موسيقى يعد الوعي المجتمعي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتلقي التطعيم رهان لمواصلة البناء على ما تحقق من نجاحات في التصدي لفيروس كورونا للانتقال إلى المستوى الأخضر ضمن ألية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا في ظل تحقيق نتائج إيجابية في التصدي لفيروس كورونا في مملكة البحرين ومع الانخفاض المتواصل في عدد الحالات القائمة والنسب المنخفضة للحالات القائمة الجديدة من الفحوصات اليومية يبقى الوعي المجتمعي هو الرهان للبناء على ما تحقق من نجاحات في التصدي لفيروس كورونا ويأتي ذلك من خلال مواصلة الالتزام الجاد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقييد التام بالتدابير الوقائية إضافة إلى الإقبال على أخذ جرعتين التطعيم المضاد لفيروس كورونا والجرعة المنشطة وكذلك المبادرة من قبل الأهالي لتسجيل أبنائهم في الفئة العمرية من 12 عاما إلى 17 عاما لأخذ التطعيم وذلك لما يوفره من حماية وحصانة للفرد والمجتمع نحن لا يوجد ملاذ إلى انتهاء الأزمة أو انتهاء الوباء إلا بالتطعيم وحصول المناعة المجتمعية لدى الكل والكل المفروض يتطعام إلا الأشخاص المؤهلين لأخذ التطعيم ولهذا نشدد على ضرورة تطعيم الفئات الأكثر خطورة اللي نقصدهم الكبار في السن واللي عندهم الأمراض المزمنة السكري والضاغط واعتلال في الكلام بالالتزام المسؤول تكون المساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية المتواصلة والعمل الدؤوب من قبل فريق البحرين والفريق الوطني الطبي والعملين في الصفوف الأمامية وبه أيضا تعود الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي فوفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا يسري حاليا تطبيق المستوى الأصفر ووفق الآلية فإن حين يبلغ متوسط نسبة الحالات القائمة لمدة 14 يوما من إجمالي الفحوصات أقل من 2% يكون الانتقال إلى المستوى الأخضر وفتح مزيد من القطاعات والأشطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر